الطريق نحو ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي أصبح ممهداً فمسؤول أوروبي أكد أن الأعضاء وافقوا بالإجماع على قبول ترشيح أوكرانيا وذلك خلال المباحثات الوزارية في لوكسنبرغ وفي مسودة بيان للمجلس الأوروبي أكدت بروكسل التوافق بشأن منح أوكرانيا وكذلك مولدافيا وضع المرشح تفاؤل أظهره الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمن بون مؤكداً أن الخطوة تعكس الوحدة الأوروبية في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها القارة لكنه أوضح في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني انضماماً ثورياً للبلدين إذ لا تزال أمامهما عملية معقدة وطويلة تشمل إجراءات يجب إكمالها أما أوكرانيا فرحبت بالخطوة واعتبرتها مؤشراً على قرار أوروبي تاريخي خلال قمة الاتحاد التي ستنعقد يوم الجمعة المقبل أجرينا سلسلة من الاتصالات والمفاوضات لنوسع دائرة الأطراف التي تدعم ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي ولنتأكد من أن القرار يوم الجمعة سيكون قراراً إيجابياً سأفعل كل شيء لضمان الموافقة على القرار التاريخي من الاتحاد الأوروبي هذا الأمر مهم جداً أربعة مسارات ستتخذها قمة التكتل المرتقبة لدعم أوكرانيا ضد العمليات الروسية أولها استمرار النقاشات في مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد وثانيها بحث فرض حزمة سابعة من العقوبات تستهدف قطاعات لم تشملها القيود من قبل الذهب أبرزها خطوة تأتي بناء على اقتراح قدمته الدنمارك بتوسيع رقعة العقوبات لتشمل الذهب لكونه رصيداً أساسياً للبنك المركزي الروسي وثالث تلك المسارات يكمن في الاتفاق على تسريع وتيرة خطط تمويل إعادة إعمار أوكرانيا وقد تصل التمويلات الطارئة بهذا الصدد إلى تسعة مليارات يورو أما المسار الرابع فيتمحور حول زيادة الدعم العسكري لكييف وسط مباحثات لضخ أسلحة إضافية بقيمة نصف مليار يورو حتى تتمكن أوكرانيا من تحقيق تفوق عسكري يرجح كفتها في ساحات المعارك ترجمة نانسي قنقر